أهلا بكم من جديد أكد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آلن هيان رئيس مجلس الإمارات للإعلام أن قانون تنظيم الإعلام يمثل نقلة نوعية لتعزيز تنافسية وريادة صناعة الإعلام في الدولة والارتقاء بمكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام في المقر الرئيس للمكتب الوطني للإعلام في العاصمة أبو ظبي واعتمد سموه رئيس مجلس الإمارات للإعلام أولويات المجلس في السنوات الثلاث المقبلة والتي تتمثل في إطلاق استراتيجية قطاع الإعلام واستدامة تحديث المنظومة التشريعية الإعلامية وتطوير إطار الملكية الفكرية الإعلامية لحماية المنتجات الإبداعية واستقطاب المواهب الإعلامية إلى الدولة واطلع مجلس الإمارات للإعلام على مخرجات دراسة مستقبل الإعلام ووجه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آلن هيان بتوظيف مخرجات الدراسة في المبادرات والبرامج المستقبلية في قطاع الإعلام اشتركوا في القناة